الضمان الصحي اليوم إذا راجع كل التجارب الدولية التي انتهجت مناهج معينة لإصلاح عنظمتها الصحية إذا شاهدت أن أغلب الدول انتهجت تجربة تطبيق الضمان الصحي من أجل إصلاح عنظمتها الصحية اليوم كلنا غير راضين عن جودة الخدمات الصحية المقدمة بالبلد وهذه طبعا لها أسباب كثيرة يمكن لا يسمح الوقت أن ندخل بتفاصيل تردي جودة الخدمات منها مشاكل التمويل الصحي ومنها مشاكل قلة الموارد البشرية وتقادم البنى التحتية في الموسطى الصحية كل هذه المشاكل المنظمات الدولية والتجارب الدولية قالوا يحتاج إلى خطوات معينة لإصلاح هذه الأنظمة أول خطوة بإصلاح الأنظمة الصحية هو انتهاج مبدأ الضمان الصحي من أجل تحقيق مبدأ التغطية الصحية الشاملة حتى عدة مبادئ رئيسية تحققها من أجل حماية المواطن من الفاقة والفقر يعني أنه اليوم المواطن العراقي تقريبا يتحمل تكاليف تغطية الرعاية الصحية السنوية من حجم الإنفاق عنه وعن ذويه تقريبا سبعين بالمئة من تكاليف الرعاية الصحية اليوم الضمان الصحي يجع حتى يشيل هذه التكاليف من كاهل المواطن اليوم جودة مثل ما تفضل الدكتور ماجد اليوم جودة الخدمات الصحية في القطاع الحكومي يحتاج من يرافق القطاع الحكومي بتقديم الخدمات وهو القطاع الخاص فاليوم يوجد ضمان الصح حتى يشجع القطاع الخاص وينهض بالقطاع الخاص ويتوسع القطاع الخاص من أجل تقديم الخدمات الصحية ومن أجل الحصول عليها لكل المواطنين أن يكونوا قادرين على الحصول على الرعاية الصحية دكتور إيهاب مو كأنه الكلام اللي حضرتك تقوله مو كأنه تضع موضوعة الضمان الصحي في باب خصخصة القطاع الصحي لا هو حقيقة ليس بخصخصة القطاع الصحي وإنما اليوم إذا راجع تجارب الدول المحيطة كل تجارب الدولية التي نجحت بأنظمتها الصحية سنرى أن كاهل تقديم الخدمات الصحية سنرى أن القطاع الخاص يقدم أكثر نحن معناها من أن القطاع الخاص يشارك القطاع العام ليس بمعنى أنه خصخصة ولا معنى أنه سيثق الكاهل للمواطنين حتى يدفعون القطاع الخاص بالعكس أن هذه الخدمة ستشترى للمواطن من قبل الضمان الصحي أو من قبل الدولة وتوفرها للمواطن العراقي فهو الفكرة ليس بخصخصة القطاع الخاص وإنما تشجيع الاستثمار بالقطاع الخاص من المشمول بالضمان الصحي؟ نعم المشمول بالضمان الصحي هو كل المواطنين بالمحاصلة النهائية يفترض أن يكون يغطي كافة المواطنين العراقيين لكن مثل ما تفضل الدكتور ماجد أنه اليوم مثل هيك مشروع حتى يطبق على 43 مليون نسمة لا يمكن أن يطبق دفعة واحدة وحتى القانون يجب أن يطبق بمراحل جزئية يستقطب كأن تكون محافظة كأن تكون وزارة معينة فبالتالي صار أنه عبارة عن مراحل فالمرحلة الأولى هي سيتم استهداف الموظفين على اعتبار أنه سهولة جمع الداتا قواعد بياناتهم سهولة عملية التسجيل فالمرحلة الأولى ستشهد تسجيل الموظفين في محافظة معينة كأن تكون بغداد وليست محافظة بغداد بالكامل وإنما سيتم استقطاب كأن تكون كموزارة معينة إضافة إلى بنفس الوقت تدخل من أطراف المدينة أو من أطراف المحافظة لمن مشمولين بالرعاية الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود أو من ذوي العوائل المتعففة أيضا سيكون هناك فئة تكون مشمولة بالمرحلة الأولى المرحلة الأولى ستكون بداية 2023 2021 سيتم إطلاق التسجيل الإلكتروني وستكون المرحلة الأولى عبارة عن جزء من موظفي القطاع الحكومي وجزء من الذوي الدخل المحدود أو العوائل الفقيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر